مرة صبية بعرفها كانت متزوجة فجوزها بيحبها كتير بس هي ما بتحبه غاب الشعور أو يمكن الشعور ما كان موجود وهي كانت بس حابة تتجوز وشافت إنه مناسب فبتقلي هو جاي بكل الفرح يصحيها من النوم هم متجوزين فقالتلي أنا طلعت علي وحزنت قلتني يا له قديه وبيحبني ومبسوط حرم هي عم بتموت لأنه هي مش قادرة تبادله هاي المشاعر وبرضو ما عندها خلينا نقول مرات المشاعر عفكرة بتغيب ما بيقولكم بدون سبب ولكن مش بالضرورة إنه الشخص يكون سيء بالمطلق ولا بجتمك ولا بضروبك ولا بمد إيده عليك مرات الشعور بيغيب لأنه هو مش عارف يحبك الطريقة اللي أنت حابة تنحبي فيها يما هلأ شوفوا هذا الشخص نفسه اللي هو بيموت عليها وبيحبها تخيلوا كيف ممكن توصل إنت إلى مرحلة من الشعور تجاه الآخر لما تحس حالك عم تفقده مرة واحد قال له وحدة كرهتك لدرجة أنني تمنيت أن تقابلين رجلا تعشقينه بجنون فيخونك عشان تحسي بإيش أنا حسات شوف إنت شو دعا عليها تحبيه بجنون فيخونك يكسر قلبك تحبيه بجنون فيخونك تحبيه بجنون فيخونك